السهل الخير اهلا بكم في حلقة جديدة من شوية تفضل احدى سالسبوع اللي فات نتكلم فيها بسارية قبل مبدأ لا تنسوش لايك و سبسكرايب على اليوتيوب و شير في كل حتة على السوشيل ميديا يلا بينا نبدأ والحيال النهاردة انا اركز على موضوع واحد هو يعني كوة كان الاكتر ترننج واللي اكتر من تبعياته موضوع مهم جدا فاسمحولي معلش هو ده الموضوع اللي هركز عليه النهاردة او طريفا ده الموضوع اللي هاتكلم فيه نهاردة وهوا موضوع المثلاك الجنسية وتشجيع المثلاك الجنسية واللي حصل مع ابوتريكة و الكلام الال Tryka خليني ابتدي من هنا الموضوع الدورة الانجليزية كرر انه في جولتين الجولة اللي فاتت والجولة اللي جاية او يعني الجولة التلاتاشر والالاثراتاشر من الدورة الانجليزية هيبقى في حملة لدعم المثلاك الجنسية أو المجتمع اللي هو ال LGBT أو LGBT plus ان بالكبدأ ان بتوع الدورة الانجليزية كلهم شهرة الكابتن هتبقى على مرين فبوتريكا طلع في احد تحليل المتشاط وكان بيتكلم انه تعرض لموقف مع بنته وان بنته سألته ايه الالوان اللي هما لابسينها دي وابتدى يتكلم عن الموضوع وقال انه اللازم بقى فيه توعية ولازم بقى فيه تربية وقال انه لازم نتصدى للموضوع ده لان الموضوع بقى فج والناس ما بتوقفش وفاكرين انه طالما الناس سكتة بيزيدوا في الموضوع فاحنا لازم نتكلموني ده ضد العادات اللي بتاعتنا وده ضد التقاليد وضد الديانة بتاعتنا وضد 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 وابتدى يتكلم عن الموضوع ده وفعلا كلام ابوتريكا ما فيهوش اي تجريح في اي حد يعني هو قال زي ما الناس بنحترمهم لما بنسفلهم لازم يحترمونا وي 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 يعني مفيش جغل كلمتين مثلا ولا حاجة هو اللي ممكن لوه الترجمه يعني يبقى شكله مني ابوتريكا عايز يضرب الناس دي وكده هو ما كانش قصده كده بس لو الترجمه يعني ترجمة حرفية لما قال مثلا ده منكر فلازم نحن نهي او حاجة زي كده ده اللي ممكن يعتبر يعني مع عنفة او تعدى حرياتة مشارفية لو الترجم بطريقة ما لكن في مجمع الكلام ابوتريكا ما كانش فيه اي حاجة زي كده ولا تكلم على الناس ولا تكلم على اي حاجة هو قال ان فيه حمالات كده فحتلازم نقف ضدها او على قل ان نوري ان فيه حاجة تانية وان ده ضد الفترة والكلام ده كله حصل بقى كمية حمالات على ابوتريكا فعليا تقريبا اي موقع اوروبي او اي صحيفة اوروبيا في السكشن بتاع الرياضة وصورة ابوتريكا وان العيب الكورة السابقة اللي دلوقتي محلل في قناة بي ان ضد المثلية الجنسية ومش عارف ايه ولازم نعمل ولازم نساوي الناس طلبت ان ابوتريكا يطيرت من بي ان الناس طلبت ان الدور الانجليزي يتسحب من بي ان الناس طلبت بحاجات كتير الفيديو بتاع ابوتريكا هحطي لكم اللينك بتاع في الدسكريبشن تحت وانتو حكموا اذا كان موجة نظري راجل ما تعداش على اي حد ولو احنا بنتكلم في حرية واراء مختلفة فانت بتعمل حاجة وفرضت حاجة برضو في رأي مضاد عادي على فكرة اي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده دي حاجة مؤخرة من سنة او سنتين مش ما كانتش حاجة موجودة من زمان في الدورة الانجليزية الحاجة الوحيدة اللي كانت بقالها مدة فيه هي الوردة اللي بيلبسوها فوقات معانا ودي تسكار الجنود اللي كانوا في الحروب العالمية سواء الاولى او التانية وطمام دي حاجة كتف انجلترا وده الدوري الانجليزي فتمام لكن اي حاجة تانية مكنتش موجودة قبل كده وانا فعلا مش فاهم اي مشكلة في الكلام الاعلى بتريكها في الكلام اليو لا اي حد اي مشكلة ان اي حد يبقى ضد الفعل ده طالما مش بيتعدى عن الناس او مش بيهين الناس او مش بيتنمر عن الناس دي هو بيقول بس انا موضوع ده انا مش معي عادي يعني اي المشكلة حتى يعني يا جماعة موضوع اللي كان حصل السنة اللي باتت لما اا مواطن امريكي تقتل اا على ايد الشرطة الامريكية وحصل الحملة كبيرة جدا على مستوى العالم كله ودخلت حتى كرة ودخلت الدوري الانجليزي بس كانت من اللعيبة مش من الدوري الانجليزي اا تيشرتات اللي تكتب عليها بلاك لايف ماتر الناس اللي كان بتنزل على رجبة واحدة حتى دي كان فيها اراء مختلفة بين اللعيبة يعني مثلا ابراهيمو فيتش كان شايف انه لعبت الكورة هم لعبت الكورة بس ما لهمش دعوه باي حاجة تانية ولا بلاك لايف ماتر بقى ولا غيره وما لناش دعوه بالكلام ده خالص يا جماعة وكان فيه مثلا سجال او رد ما بينه ما بين لبرون جيمز نجم كورت السلة الامريكية انه بيقوله لا احنا مش مفاصلين على المجتمع وما فيش حاجة اسمها كده حتى في الدوري الانجليزي موضوع عن نزول على الرجبة واحدة قبل الماتشاط فيه ناس كات معاه وفيه ناس قد ضده وفيه ناس شايفت ان هو طول زيادة عن النزوم منهم ويلفريد زهب اللي بيلعب في كريستال بلاس وده لعب اسمر اللون على فكرة يعني فكل حاجة فيها رأي عادي بدون تنمر بدون اي حاجة واحد شايف ان الاكشن ده والفعال ده هو مش معاه او مالوش لازمة او اي ان كان حاجة فعلا اما المشكلة انا متكلم اهو فى سياق النقاش العادي مش بتكلم فى ديان افغلانية او فى المعتقد الفلاني него كده او كل واحد بيتبع دين او معتقد معين هو طبعا من حق وتماما أنه من يتكلم من منطلق ديني's انا مكروحة بعامل انت حاجة زي المثلية إنسية دي انت عاميا مش قادر تثبت ان هي حاجة طبعية يعني لو ا dai بتتكلم على المستوع العلمي فكرة هي حاجة طبعية وعلى اه ااا اسم ناس ممكن يبقى عندهم خلل هرموني مش عارف ايه تمام انا بتكلم على المستوى العلم انك تثبت ان هي في العموم حاجة طبيعية لأ انت مش عارف تثبت ده وهي الموضوع المثلية ده او بتاعتبر قوية بشكل غريب يعني هو الموضوع مش هو فهم اش معنى الحاجة دي او اش معنى الموضوع ده هو اللي فيه كل ده دي وبيحصل ديه بقى كل الدعم او كل الجدل ده يعني انت مثلا عندك ده يعني سوشيال ميديا للشغل فيه الشركات وفيه الوظائف والكلام ده كله مرتين في السنة مثلا على الاقل تلاقي كل لوجو للشركات بقى فيه الرينبو اه الدوري الانجليزي مش عارف ايه في امريكا فيه الشهر مش عارف بيسموه مش عارف يعني ايه كل ده فيه ايه فيه ايه وبعدين كل شوية عمدين زوده حرف يعني هو كان ال جي بي تي بس بعدين بقى ال جي بي تي كيو وبعدين بقى بلس وبعدين بقى فيه اي ايه وبعدين شلوها وحطوا بلس وبتدوا يزودوا اللون في الاعلام ومعليش ان العلم ده او اللوجو ده انا شخصيا عندي فيه مشكلة انت ليه تاخد حاجة هي لكل الناس وبتحصل في يعني هو ما هدش عملها يعني هي الرينبو ده الشمس لما بتيجي في المطرة بيطلع ريمبو تمام كده حاجة موجودة في السماء لكل الناس كل الناس بتشوفها ليه تاخد ده وتخصصوا وهو ده انا هو ده بتاعنا على مجموعة مقفولة اصلا عليها جدل يعني فيهم انت مثلا مخدتوش ضد العنف للاطفال مثلا فدي حاجة ما هتبقى كل الناس معاها لأ اي حاجة عليها جدل اصلا وخصصتوا وبقى هو ده بتاعي بقى اي امارة يعني بقى اي امارة ودلوقتي بقى اي حد بيلبس حاجة مثلا فيها الوان كتير حتى لو شربوا فيها الوان كتير يبقى ايامنهم ويسابورتوهم من كتر مهمة من كتر الكامبينز اللي اتعمل والماركتنج اللي اتعمل خلاص تعرف اني الريمبو ده كده لا الريمبو مش كده ما تعرفوناش بقى الريمبو مش كده وبعدين الفرد والسلطرة داخل برضو في جزء تانية زي ما قال بوتريكا الكرة بتدخل كل بيت انت بتتكلم في موضوع وبتعمل كامبينز في موضوع تبقى موجودة في الشارع لأطفال في حاجة يعني الكرة دي بتدخل لأطفال فلن بحاجة زي كده شوفها أطفال لأطفال هتدي واسألوا المفروض اني موضوع زي ده في المجمل على الأقل عند 16 سنة وانتوا أصلا البلاد يعني البلاد الغربية انتوا اللي عملتم موضوع التقييم سواء للأفلام سواء للبرامج سواء لأي حاجة فالكورة المفروض ان هي حاجة جنرال اللي هي الريتنج بتاعها جي او بي جي اللي هو الاطفال يتفرجوا بس في وجود أهليهم معاهم فمن اين بقى دخلت موضوع زي ده في الكورة وفي نفس الوقت موضوع زي ده بتدها يطرح في أماكن تاني جديد نطلع بقى بقى برا كورة ونشوف الموضوع ده واصل حدفين زي موضوع ده يعني على الموضوع شغل بات اي شركة مشاركات كلها بتقول ان هي عندها ديفرستي وبتعاين من كل الكوكب وفي حاجة اسمها اي اي او ايكوال امبلومي اوبرتونيتي هي دي اللي كانت بتقول ان يا جماعة احنا بنعاين اي حد بقى ايا كان جنسه او لونه او ايا كان الحاجة بس على معايير الكفاءة طالما موجود في معايير الكفاءة هيتعاين عادي بقى ليه بقى معايير الديفرستي او التعددية هو بس ده يعني هو الريم بس هو التعددية يا سلام وبعدين غيروا بقى في حاجات كتير جدا عدنا مثلا سانتين تلاتة اللي بياخد جائزة الاوسكار هو الممثل اللي عمل فيلم على الموضوع ده سواء اي ان عمل دور عن المثلاج جنسية او الفيلم كبينقش الموضوع ده او كان فيه جزء عن الموضوع ده عدنا فيها ثلاثين ويمكن لسه مكملين الناحية تانية مع منصة زي نتفليكس موضوع فيه كتير جدا خصوصا الحاجات اللي بتنتجها نتفليكس موضوع وصل لديزني وافلام الاطفال انه ابتده بشكل صريح جدا بيتعطى للاطفال انه عادي جدا انه حد يبقى عنده تو دادز او تو مامز يعني اثنين قبين للطفل او اثنين امهات للطفل ولذا تغطى الاسبوع اللي فقط اللي حصل فيه دكشنري في فرنسا اسمه روبير او روبرت الصغير واضح ان هو دكشنري مشهور يعني او مؤثر يعني في مجمع اللغة اللغة الفرنسية من ضمن اللغات اللي بتعرف كل حاجة بالمؤنس والمذكر اعزائية زي لغات تانية كتير حتى في عزة دوشة الكورونا والكلام ده كله كان مهتمين الكورونا دي تطلع مؤنس ولا مذكر قالك لو سارس كوف تو هتبقى مش عارف ايه ولو كوفيد بس هتبقى مش عارف ايه مش فاكر مين مذكر ومين مؤنس مهم يعني هي من اللغات اللي كده زي معظم اللغات الاوروبية حتى لو بتصريف الافعال بيبقى فيه انا انت هو هي وفي الجامعة بيبقى نحن وانتم هم هن يعني تمام ده كده في تصريف الافعال في الفرنسية ومعظم اللغات الاوروبية فجي بقى التكشنري الظريف ده وحط ضمير جديد اسمه يال ويتعريف الضمير ده هو الحاجة او الشخص اللي ملوش او مش متحدد هو مذكرة للمؤنس سواء بقى مفرد او جمع الموضوع عامل قلبان في فرنسا بشكل كبير على كده مستوى على مستوى اللغة والتراث والكلام ده كله وبرده في ناس قبلاه وفي ناس بتكلم انه يعني ده يعني ده دخل امريكاني كده زي ما بيقولوا انه جزء من الثقافة الامريكية هو يعني مناقشة المواضيع الحساسة والكلام ده كله وفرنسا ما كانش فيها حاجة زي كده او هما بيقولوا انه هما او بيحب يبصوا البلده من هما بيعني بلد فيها كل الناس واللغة ملهاش دعوها بالموضوع ده وانه هما بيقبالوا كل الناس فخطوة زي كده شايفينها انه يعني تأثير كبير جدا بالثقافة الامريكية اللي هي بالنسبة لهم مش هما فالموضوع مهم هو كبير وبيكبر ومش فاهم مين المستفيد من حملات الماركتينج اللي بتحصل بالشكل الكبير ده يعني فقال انا الموضوع اوسع من اي حاجة موجودة في الدنيا يعني اوسع من اي فكرة جديدة اوسع من فكرة او فکرة التدخين او سع من فكرة الادمان او سع من فكرة الجنس من غير جواز اوسع من فكرة اي حاجة ومش فاهم يعني مش فاهم ايه سبب في مضوع ده بس اي حد بيتكلم في المضوع ده بيبقى عليه سبوتلايت لو هو بيدعم بياخد كل الدعم وكل النجومية والكل شهرة ولو هو ضد يعني بيتخسف فيه الأرض حتى على مستوى الكورى يعني فيه من شهر لعيب في استراليا قال ان هو مثل الجنس واعلن ده بشكل رسمي اخد كل الدعم من كل حاجة وابتدى يتكلم انه خايف يعيني انه لو لعب مع منتخب استراليا في كاس العالم في قطر هيبقى في دولة ملهاش دعوة بالمثلة الجنسية ومش بتدعم حاجة زي كده فهو خايف مع العلم هو مش لعب دولي اصلا يعني بالعربي كده هو ما دخلش المنتخب اصلا بس هم كلمتين في الهوا خلاص فلا واحد يعني من الترجع على الترندات اللي تطلع اذا كان مهرجونات ولا شايماء ولا مش عارفية ولا اي حاجة من الحاجات دي شوف بقى ان انت تخير ان الترند دلوقتي انك تتكلم في الموضوع ده فتاني يا جماعة موضوع خطر كبير فقالا مش سهل بيمس كل شخص على اي بلاتفورم فكرة بقى ان انت تسيب ولادك او بناتك قدام بقى كمبيوتر ولا تابلت ولا قناة بمتابعينها مش عارفية يعني لا لازم تركز اكتر محتاج ان انت تشوف ايه هما بيعملوا ايه وفي نفس الوقت بقى من الواضح اني في موضيع كتير من اللي كاب تتأجل او بنتكلم فيها متأخر مع ولادنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها من بدري عشان نربيهم صح ونديهم التوعية السليمة بدل ما فجأة تيجي تتفاجي بالسؤال بابا هو ليه كذا او ماما هو يعني ايه ده فكل الدعم لكابتن محمد بفريكا وكل دعم لاي حد عنده رائي ببساطة انت حر تاقي كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بس مش من حق اي حد يفرد اي حاجة على اي حد تاني فبالتالي مثليه مخدرات مش عارفين انت حر يعني انت فيك دماغ وانت حر تاخد خرارك لو حد رائب منك يعني بيقول لك النصيحة لكن غير كدة انت حر بس مش من حقك تفرد علي اتقبل او ارفض اللي انت بتعمله انا ممكن اتقبلك او ارفضك انت كشخص ده اللي اللي نتكلم فيه انا مليش ان انا احكم عليك مليش ان انا تنمر عليك مليش ان انا كذا 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 بالنسبة لك انت كشخص تمام وده حققك تمام لكن ان انا لازم اتقبل او دعم اللي انت بتعمله اي ان كان ايه هو لا بالشرط بس وهي دي نقطة ازا كنا بنتكلم على الحريات فطالما انا ما هتعدتش عليك كشخص في اللي انت بتعمله انا من حقيقة بل ارفض اللي انت بتعمله كفاء عليش يا جماعة طولت عليكم بس ده الموضوع كان مهم زي ما انتوا شايفين ده كده كان اهم موضوع في الاسبوع اللي فات وكان ترندين جدا على السوشيال ميديا لو عجبتكم الحلقة لايك سبسكرايب شير في كل حتة شوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاي سلام